نروح للأخبار المحلية 16 منتخب يشاركون في بطولة أفريكا لكرة اليد في يناير القادم البطولة تتلعب في الفترة من 19 لحد 29 يناير كلاكت تاني مرة لو تفتكروا البطولة دي من سنتين كانت هي البطولة اللي افتتحت بها مصر النشاط الرياضي في العالم كله أثناء جائحة كورونا طيب كم منتخب هيشاركوا؟ مصر تونس المغرب الجزاري أنجولا الرأس الأخضر الكاميرون كونغو الديمقراطية كونغو بارزافيل الجابون غينيا ليبيا نيجيريا رواندا زامبيا كينيا طبعا البطولة دي مؤهلة لباريس أوليبيات باريس 20-24 هتأهل منها الأول والتاني تمام؟ تمام هتكون 16 فريق هتقسموا أربع مجموعات كل مجموعة أربع فرق هتتلاعب بنظام شوية غريب من زي كاس العالم هتتلاعب أن الأول والتاني من كل مجموعة هيتطلعه هيبقوا دورة تمانية خروج المغلوب في البطولات الثانية بياخد أو بطولة العالم بياخد مجموعتين مع بعض ومجموعتين مع بعض بتطلع تلاعب ثلاث فرق في المجموعة الثانية بيستبعدوا الرابع وتطلع تلاعب ثلاث فرق في المجموعة الثانية بيبقى عندك دور زيادة دور الستاشر بيبقى فيه دور الاربع وعشرين أيوة بيبقى فيه دور الاربع وعشرين أو دور الستاشر بيبقى فيه دور الاثناشر دور الستاشر بي فيه دور الاثناشر هنا ما فيش دور الاثناشر هنا هتلعى الدور الستاشر على التمانية على طول نظام مختلف شوية بس يمكن طبعا الاتحاد الافريقي برئاسة البنينة منصور وقريمو يعني كلهم رأي اخر والقرع هتتعامل الاسبوع الجاي او اللارب تحديدا اللاربع اللي جاي ان شاء الله في احد الفنادق الكبرى بالقاهرة لاتمنى كل التوفيق ان شاء الله قرعتنا تبقى كويسة ومصر يحامل لقب زي ما قلت لحضراتكم اخر نسختين وكانوا في تونس عشرين وعشرين ومصر عشرين وعشرين زي ما قلت لحضراتكم عشرين وعشرين دي كانت عودة النشاط الرياضي مرة اخرى بعد جااح الكورونا زي ما قلت لحضراتكم طيب لا كأس العالم كأس العالم ان اسف كأس العالم هو اللي كان عودة النشاط الرياضي بتوت افريقيا كانت برضو في ازمة من دي بس كان كأس العالم هو افتتاح عودة النشاط الرياضي كان عشرين وعشرين لو تفتكروا توكيو قبل توكيو عشرين وعشرين تلعبت في 2021